أحمد صديق اتجه لمجال التدريب أول ما بطلت كرة بدأت تدخل في مجال التدريب طبعا بس بشكرك وبشكر كل اللي موجودين في الإعداد والإخراج على المقدمة الجميلة دي يمكن بقى سعيد طبعا أنا بسمع أي حاجة تخص أو تربة اسمي باسم النادي الأهلي يعني طبعا اسم النادي الأهلي اسم كبير وشرف لاي أحد فبقى سعيد جدا جدا لما بقى اسمي بتذكر حتى أن أنا جزء ولو جزء بسيط من منظومة كبيرة لزي النادي الأهلي فدي كانت مهمة جدا أن أقول الكلام ده يعني لا أنت تستحق صراحة كل التحية وبمواقفك كمان اللي خصرت في النادي الأهلي والله مش عايز أقولك اسمي أنا من أكتر حاجات اللي ما بحبش أنها تتقال والله العظيم والله العظيم مش كلام أعليم ولا كلام شوه فعلا ما بحبش المواقف ده تزكر ببقى مكسوف جدا المواقف ده بتزكر أنا شافه ده الطبيعي ده الطبيعي بس وإحنا في الزمن دلوقتي علشان لجال الجاية لازم تسمع الحكايات الحلوة الحقيقية اللي بتحصل في النادي الأهلي بس زي ما أنت بتقول الانتماء ده شيء مهم جدا جدا بس الحب ده بيبقى بيجي من القلب فعلا مش كلام يعني أنا مش عايز أذكر مواقف ده أنا شاف مواقف ده فيه ناس كتير أو ناس كت موجودة بالفرقة في الوقت ده عملته بس هو يمكن ربنا سبحانه على الأراضي أن الكابتن سيد يذكره بعد أكثر من 8-9 سنين لكن أنا بينه بالنفس ما بحبش أنه بتذكر خلص ما ببعش مبسوط وبذكر لأن دي حاجة حاجة داخلية وعملتها بالنبع إخلاص وحب للنادي الأهلي أنا شاف أنها حاجة طبيعية جدا 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 يعني المبلغ كان كبير صح؟ ما عدرش أقول كان كبير لأن ما فيش حاجة كبيرة يعني ما فيش حاجة كبيرة طبعا بصها بجد مش كلام يعني إحنا لو لو ودي أو انتمائي النادي أو ارتباطها أنا موقف بس علشان المتابعيننا دلوقتي كان الكابتن أحمد صديق كان فيه وقت إيقاف الدوري كان فيه جزء من مستحقات اللاعبين هيتخصم أحمد صديق كان خلاص يعني راحل عن نادي الأهلي فرجع له كابتن سيد عبد الحفيز وقال له أنت مشيت عن نادي الأهلي مستحقاتك دي هترجع لك فهو أصر وقال أنا علشان نادي الأهلي لأ أنا متمسك أن الفلوس دي تخصم مني رغم رحيل عن نادي الأهلي أنا بخص فلوس دي بتتخصم يعني حبا في نادي الأهلي الضبط كده يعني أنا أقول اللفظ جاء على بالي في وقتها وتلقائية طبيعية جدا أن أنا قلت لأ أنا عملت كده حبا في نادي الأهلي أحمد صديق حتى شخصيا ما طلعش ولا قالها لكن اللي قالها وبروزها كابتن سيد عبد الحفيز ما أنا بقول لك أقول لو قعدت مئة سنة عمر بكنت أذكر حاجة زي كده وبالعاك سنة دلوقتي ببقى عندي حياء بجد لما بديدت تذكر في أي موقف أنا موجود فيه يعني أنا معك على هوا دلوقتي ببقى مستحي فعلا بجد مش كلامي أن موقف زي كده يتذكر لأن أنا بقول لك أنا شايف أنه ده حاجة أقل من الطبيعي وقل من العادي النادي الأهلي هو اللي عملنا وعمل اسمنا وخليني موجود معاك دلوقتي وموجود في كل القنوات وبقيت مدرب وحاجات كتيرة وبقيت ممشي في الشارع الناس تعرفني فكل ده مش ببلاش يعني كل ده بارتباطك أو بانتماءة النادي الأهلي فأكيد النادي الأهلي عملنا كتير جدا جدا يعني كدت مشوارك بعد ما بطلت الكرة أيضا برضو في كتاعة ناشيب النادي الأهلي واتجهت لمجال التدريب يمكن كانت البداية وبشكر عليها كابتن سيد الحافيز لأنه كان ليه دور كبير جدا فيها أن أنا مجرد ما كنت على طول باخد رأيه في حاجة كتيرة جدا يعني ففي الوقت ده كنت لسه وكان عندي فرصة أن أنا كامل لكن هو قال لي لا هو عشان الكابتن رحمد صديم الفيومي يعني سيد عبد الحاسم الفيومي لا كابتن سيد أخ كبير بالنسبة لي ويعني شرف كبير جدا جدا لأنه هو قد ولاية في كل حاجة وأنا ببقى سعيد جدا أن في أي خطوة أو أي قرار بالنسبة كبيرة برجع له وأخد رأيه في الأول فكان هو ليه القرار الأكبر أو الأفضل بالنسبة لي أنه يقول لي لا تعالي دلوقتي وبالفعل قررت أن أنا بطل دلوقتي وبدأ أنا في أكاديمية النادي الأهلي بدأت مدرب وبعد كده الحمد لله يمكن فترة بسيطة أكلمت قال لي فرع إيه بقى؟ لا أكلمت قال لي في الأمراض الأربع فروع كان عندنا أربع فروع الحمد لله يعني بعد كده ما طولتش الحمد لله بعدها على طول بقيت مدير الأكاديمية ومدير الأربع فروع لمدة سنتين الحمد لله خبرات كبيرة برنا طبعا طبعا هي الميزة في الأكاديمية يا كابتن السلم زي ما أنت عارف هي فيها شغل اللي بتاخد خبرات إدارية وفنية مش فني بس والواحد فعلا عشان تدخل مجال التدريب محتاج الإداري والفني والطبي وكل عشان تعرف تاخد الكرار؟ طبعا طبعا فدي من الحاجات اللي فدتني جدا 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 أن أنا استفدت إداريا وفنيا وحتى ماليا يمكن أن أنا كنت ببقى منسبة كبيرة برضو بتدخل في الماليات والإداريات والمصاريف وكل الحاجات دي أنت عارف فكرة أكاديمية وبعدين عن أربع فروع وفي دولة كبيرة زي دولة الأمارات والحمد لله أنا أنا جاء حاجة كبيرة جدا مفضل الله بعدها على طول القرار ده برضو أكيد جاء من مجلس دارة النادي الأهلي وكان فيه تواصل من الكابت خالد بيبو اللي برضو بشكره بشكل كبير جدا لأنه كان لي وجهة نظر والأمانة أفدتني جدا قال لي لا تعال دلوقت القطاع انت عارف في الوقت اللي كنت موجود فيه في الأكاديمية كان هو مدير الأكاديميات لما مسك مدير رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي في الوقت قال لي تعالى الوقت ده أنسب ليك وبرضو ده أخد خبرات بشكل أفضل وتقرب أكتر من المجال الفني وبالفعل أخذت بمشورته وقضيت سنتين فرعوا معي بشكل كبير جدا مدير فني الفريق 2010؟ لا في الأهلي؟ لا 2006 و2008 2006 و2008 مشغلت في الأول مع كابتن سيد غريب وده برضو من الناس اللي فديتني جدا جدا في النادي وانت عارف انه اسم كبير جدا في قطاع الناشئين بعد كده على طول الحمد لله بقت مدير فني وبقت مدير فني 2008 وقات لي برضو حاجة بحمد ربنا عني برضو كنت مدير فني لمنتخب القاهرة وكنا مسافرين اليابان ودي برضو من الحاجات اللي الحمد لله بتضيف للسيفين بتاعي طبعا طبعا وده حصل برضو من خلال التواجد في النادي الأهلي استأذنت طبعا من كابتن خالد بيبو لأنه كنت مرتبط بالاتنين مع بعض أنا كنت مسك الفرقة 2008 في النادي الأهلي وكنت برضو مسؤول عن منتخب القاهرة 2008 اللي نزم بقولك كان بطولة وكان بطولة مهمة لكن كورونا غيرت الأمور شوية فما حصلش نصيب يعني بعد كده الحمد لله جات لي فرصة أو نائلة تانية برضو من خلال النادي في الجونة نادي الجونة في الدور الممتاز مع كابتن تابع المصطف اللي بشكره بشكل كبير جدا لأنه أضاف لي كتير جدا ودي كتنائلة برضو أكيد انت عارف زيما أنت قلت هي خطوات خطوات تبتدت من الأكاديميات بعد كده قطاع النشيين مع كده تبدأ تأخذوا الدور الممتاز طبعا والحمد لله ده حصل مع جهاز محترم جدا بكادة كابتن تابع المصطفى وكابتن رضا الفداوي وكابتن تابع السلمان اللي كان ليه الدور الأكبر أكيد أنه كان ليه الدور أكبر أنه يرشحني لكابتن تابع المصطفى فالحمد لله أدينا بشكل كويس جدا واستفدت من اسم كبير زي كابتن تابع وعنده فكره رجل مصقف ومحترم وما بيبخلش عليك بمعلومة بعد كده نقلة تانية الحمد لله كلها خطوة بتجيب خطوة مع كابتن حسام البدري الجزائر وفاق الصطيف فاق الصطيف الحمد لله وكابتن حسام للأمانة من أكتر الناس اللي اديتني فرصة كبيرة جدا كان بديني مساحة كبيرة جدا جدا في الشغل كابتن حسام طبعا عن اسم كبير جدا يعرف كنت لاعب وشغلت معه أنه لاعب لكن كمان الشغل معه ومدرب حاجة تانية يا أسامة بجد يعني أنك تأكيد تعملت معاه وهو مدير كهورة وتعملت معاه ومدرب عام وتعملت معاه ومدير فني الموضوع مختلف تماما أنا بشكره جدا على الفترة دي لأنه ضفتلي كتير جدا 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 يمكن عشان كده دلوقتي الحمد لله بدأت أقضى الخطوة أن أنا إن شاء الله بفكر أن أنا أبقى الوحدي أو أشتغل الوحدي بعد خبرات كتيرة جدا ما أقدرش أقضى القرار دا أسامة غير وأنا عارف أن أنا الحمد لله دائما وعرف أرض سبت طبعا كل الفترات دي أنا مش عايز أعتمد على أن أنا كنت لعيب محترف لا بأخذ بالخبرات وبأشتغل وبأتعلم وبأصقف من نفسي وبأستفاد من كل جهاز بأشتغل معاه يمكن الحمد لله دلوقتي موجود أكتر من عرض الحمد لله في الممتاز به